الحمل بعد سن الأربعين صعب، حيث تصبح المبايد غير قادرة على إنتاج الهرمونات ويضعف مخزون التبويض. وما يحدث في بداية الأربعينيات عند نسبة كبيرة من النساء هو اختلالات هرمونية تؤدي إلى تعثر لإنجاب يمكن علاجها بوصفات طبيعية. وباعتبار أن معالجات الخصوب الحديثة معقدة ومكلفة أيضاً، يمكن البحث عن طرق ووسائل نستطيع من خلالها تنشيط المبايد والدورة الشهرية. من بين الأعشاب التي توصف لهن حب الرشاد، فهو يزيد الخصوبة عند النساء، حب الرشاد والبيض البلدي مع زيت الزيتون وشرائح البصل يساعد في إزالة الكتل الدموية وتنظيف الرحم وقت وبعد الدورة الشهرية. تناول وصفة حبوب الرشاد بشكل منتظم يساعد على تنظيف الرحم من البكتيريا والمايكروبات التي تصيب المهبل، ويزيل الروائح الكريهة الناتجة عن الالتهابات. يعالج اضطرابات الدورة الشهرية التي قد تؤخر حدوث الحمل، ويحفز حب الرشاد مع التمر أو البيض البلدي عملية التبويض، وبالتالي حدوث الحمل. ترجمة نانسي قنقر